السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب نهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض اختراع البرطمون بديل الكيس الحراري بجد ضحفة فراخ مشوية في البرطمون يعني بديل الكيس الحراري طعمها لذيذ والفراخ مستوية ومقولكيش مستوية ازاي انا هوريكت الوقتي قدي ايه هي مستوية ودايبة وطعمها فعلا لذيذ وشربة تدبيلة ومنزلة سوس كلا طعم وطحفة طبعا ينفع تعملي جنبها مكارونا تعملي جنبها رز اللي انت حباه بس بجد اختراع وطعمها طحفة يلا بنا قول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ كده مع بعض ونشوف هنعملها ازاي طبعا اول حاجة معنا الفراخ انا جبتي فرخة ورحت جاي غسلتها كويس جدا وبعد ما غسلتها صفتها وبدأت بقى اطعتها على حاسب بقى لو انت عندك البرطمانات كبيرة هتقطعيها على اربعة لو عندك البرطمانات صغيرة هتقطعيها على تمانية تمام انا اطعتها على تمانية تمام كده تمام بعد كده بقى جبت الطبع شنجهز مع بعض التدبيلة معي طمطموية كبيرة بشرطها من مبشرة ومعينا البهارات بصل بودر طم بودر فلفل اسود كوزبرة البهارات السبعة رشة جنزبيل حطيت عليها كم معلقتين زيت وكمان معينا معلقة خل طبعا بالمعلقة الكبيرة اهو والبهارات والكلام ده كله بالمعلقة الصغيرة من كل حاجة نص معلقة تمام وكمان معلقة جنزبيل معلقة دبس الرمون وهقلب بقى كل الكلام ده كده مع بعضه كويس جدا ولو عندك معلقة الصلصة يبقى حلوة او يحطيها معيهم تخلي طعمها فعلا تحفى تمام ما عندي كيش هفيش مشكلة يعني انا ما كانش عندي فما حطتهاش تمام هستكفى كده بالبهارات اللي عندي دي والدبس والزيت والحاجات اللي بنا حطتها دي وكمان معينا لمونة عصرتها برضا عليهم تمام نقلب بقى كويس جدا وبعد كن نبدأ بقى نتبل الفراخ بتاعتنا زي ما انت شايفانا مقطعها تمانية عشان طبعا عندي البرطمانة الصغيرة فعملتها طبعا ايه زي ما انت شايفة كده تمانية هبدأ بقى تبلهم بقى كلهم واحدة واحدة كده امسكها وتبلها مش لازم خالص اللي انت تخرميها وتعمل العمال دي مش لازم خالص هي ما شاء الله حتى لو كبيرة هتستوي معاك بكل سهولة ولو فرخة بلدي هتستوي معاك برضو ما تلاقيش تمام وفي اي برطمان موجودة عندك يعني مش نوع برطمان معين هنشوف مع بعض كل ده اسناء الفيديو بتيلاقيش من اي حاجة خالص بس بجد اختراع بديل الكيس الحراري يعني بدلا ما تشتري كيس حراري بتو حاجها عاملة فيه اللي هنعمله ده كله وتكلفي نفسك لأ ممكن طبعا تحط خضار كمان مع الفراخ لو عايز حط خضار بطاطس بصل طماطم اللي انت حابها حطيه براحتك خالص انا استكفيت كده للفراخ تكون بالتابيلة بس كاي بالتابيلة بتاعتها هحطها في التلاجة بقى واسيبها ساعتين كده اول بس بقى ايه ما جا اشتغل فيه هجبها مطلعوها يعني كنت عاملها بدري فحطها في التلاجة الوقتي تمام كده تمام ليجي بعد كانت شوف الخطوة اللي بعد كده جبتي بقى البرطمون انا مرضيتش اشيل الورقة اللي على البرطمون عشان تبقي شايفة البرطمون ده بتاع ايه طبعا كلكم عارفين بتاع المربة تمام اهو زي ما انتم شايفينه جبتي كده البرطمون وبدأت احط في الفراخ بالشكل ده احط الفراخ وزقها لجوه كده عادي ما تلاقيش من اي حاجة وهنا كان عندي برطمون تاني برضو ده كان تخين كده شوية وقصير حطيت فيه باقي الفراخ برضو وجيت بقى السوس اللي بفضل بقى مع علاقتين مش كتير اهو انت شايفاهم اسمتهم على البرطمونين تمام مش هحط مية مش هحط اي حاجة تاني هو بس كده اللي انا حطيته وكده خلاص مش هحط اي حاجة تانية تمام كده او زي ما انت شايفة كده البرطمونات معانا هيه هاجي بعد كده بقى هاجيب ورق زبدة ممكن تاستغنى عنه لو انت عندك الفراخ مش وصل لغاية الاخر احنا ليه بنحط ورق الزبدة ده عشان خاطئ ورق الالمونيا ما يلمسش الاكل فانت لو مش عندك ورق زبدة والاكل بتاعك مش هيلمس للاخر كده خلاص استغنى عنه حط بس ورق الالمونيا معاك كده بالشكل ده وقفلها كويس جدا كده عشان تكتي من بخار تمام بصي كده جاهزة معانا زي ما قلتلك عايز حطي خضار معا حطي متلاقيش من اي حاجة هتستوي ولو بلدي الفرخة هتستوي برضه معاك ولو كبيرة هتستوي تمام ان شاء الله باذن الله غير مقطع ان شاء الله يلا بنا بقى ندخلها الفرن دخلنا الفرن هوا زي ما انت شايفها طبعا حطيت الصاجة فوق الشغلة على طول فوق الشغلة وحطيت عليها البرطمونات زي ما انت شايفها طي ما كنتش مسخنة الفرن قابليها لأ انا حطيتها هوا وبعد كده بها شغل بقى درجة الحرارة بقى شغلتها على 250 اعلى حاجة عندي في الفرن ده فرن كهرباء شغلتها على 250 اعلى حاجة كنت مشغلة النار من تحت بس وسبتها بقى كده رجعنا بعد ساعة وربعة هي المفروض كانت تاخد معانا ساعة بس مش ساعة وربعة بس انا سبت الربع الساعة دي على اساس الوش بتاعها يحمر وكده فما حمرتش من الوش فطبعا لوحتنا جاية شايلة الورق الفيمي على الوش ده واتشلته عشان طبعا يحمر الفرن معي انا كنت بحسب لما افضل مغطيها هيحمر ما حمرش فطبعا لما شلت الغطاء كده زي ما انت شايفها كده وشغلت الشوية حمر معي الفرن فانت بعملي كده برضو شيلي برضو الغطاء كده مع الوش كده وشغل الشوية شوية اعضاء ما شغلتهاش كتير اوي برضو تمام يعني انت الفراخ بتاخد معاك ساعة ما تكتريش اكتر من الساعة عشان الفراخ ما تتهمكش معاك وتستوي زيادة على اللزوم هي ساعة كويس اوي وبعد كده الربع الساعة دي شغل علىها الشوية الربع الساعة ان شاء الله هتزبطلك بقى ايه اللي تخلي الفراخ معاك متحمرة وكويسة اهو زي ما دي شايفك كده بقى نبدأ نحطها كده في الطبق بص بقى الجمال والحلوة والله طعمها طحفة جميلة 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 ومستوية كده ودايبة دوب وطحفة بص 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 الله الله عالجميل وزي ما قلتلك عايز تعملي معايها اخضار الطعي بصل وبطاطس كوصل اللي انت حبيه الطعيف وسط الفراخ وروح الجاي حطاها في الفرن بقى وكل احلى فراخ احلى كمان من الكيس الحراري كمان واوفر وانضف وكل حاجة يارب الوصفة بتاعتي الكون عاجبتكو النهاردة طبعا التحمير ده زي ما انت شايفي فراخ معاي محمرة ايه المحمرة ديش انا فضحت علاها الشوية فانت بفتحها علاها الشوية برضو لو انت عايز تحمري بالشكل ده واسيبها يعني يا ناس بتاع ربع ساعة انت ممكن تسيبها اكتر الشوية مش الفرن ماشي؟ يارب الوصفة بتاعتي الكون عاجبتكم متنسونوش بالله عليكم باللايك ولو انت لسه مشتركتش في القناة اشترك فيها وفعل الجرع عشان وصلك كل جديد انا منزله على القناة وهيسيبك بقى كده بقى مع فيديوهات مع صور ليا في القناة دي كلها وصفات انا عملتها للقناة يارب تكون عاجبكي ولو حابة تشوفي اي حاجة انزلي تحتي كده اكتبي مطبخ بمسلسبيل في البحث اه عايزة وصفة كده او مسلا اه الحليب البدرة او البطة بالكيس الحراري اهي زي ما انت شايفيها او البسبوسة اكتبي بس اسمي كده واكتبي الحاجة اللي انت عايزها هتلقى تلعيتلك على طوب في البحث بتاع اليوتيوب اه طولت عليكم علشان اسفة جدا السلام عليكم واسلكم في حفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا